كيفما فكر وأينما اتجه كان هدفه وهاجسه الأول إسعاد شعبه وتوفير متطلباته واستقراره وتقدمه وتطوره إنجازاته ستبقى خالدة ورؤيته الواضحة ساهمت في تحقيق الأهداف بفكره وضع النجاح في قبضته وأضاف أشياء جديدة للحياة ورسم وجه بلاده بأشعة إبداعاته لأن المستحيل كلمة لن تجدها في قاموس قيادته موقنا أن الصعوبات مهما كانت كبيرة فإن الإيمان والعزيمة والإصرار كفيلة بالتغلب عليها عندما تهدأ الصخور المتكسرة يحل السكون إنه الهدوء مجددا لتبدأ رحلتك من جديد نحو القمة لكن هذه المرة على أرض صلبة تملك عليها كل شيء النار والهواء التراب والماء عناصر الحياة الأربعة تذكر وجهك على الماء وطعم التراب في فمك دفء النار على جبينك وجري الهواء في رئتك كي تصبح الأسطورة فيك أكثر نقاءة لا شيء ضدك ولا شيء معك إلا أنت والاستثناء فيك كن حادا في يقظتك فخطاك الثابت على الأرض تبدع أحلاما حدها الفضاء راقب نقش الحياة على جسدك واختر الصوت الذي تريد أن تنصت إليه صوت الإرادة الذي حتما سيغلب صوت الخوف والشك في ذهنك لن تسمع إذن سوى ضربات قلبك تواجه كل التحديات أنت الآن في قمة ذروتك تملك كل شيء عناصر الحياة الأربعة توفر لك الزمن في مكان مثالي تصدير تصدير صوت في гол مكان تعمل تعمل ترجمة نانسي قنقر